مبادرة ميليشيا الحوثي لوقف الهجمات ضد السعودية لماذا الآن؟ وهل هي نتاج تفاهمات سرية بين طهران والرياض؟ أم أنها مجرد خطوة حوثية لتحقيق مكاسب السياسية؟ أم هو موقف الشرعية من هذه الاتفاقات؟ أهلا بكم أولا شلنا الحوثيون هجوما بطيران مسير وصواريخ باليستية ضربت قلب صناعة الطاقة السعودية أرامكو أعقبوها ببيان يعلن مسؤوليتهم عن الهجوم السعودية ذهبت لاتهام إيران عاد الحوثيون بمبادرة سلام لوقف استهداف الأراضي السعودية شريطة إعلان مماثل من الجانب السعودي الأمم المتحدة سارعت بالترحيب بعرض الحوثيين على وقف الهجمات على السعودية في إطار مبادرة سلام سلسلة من الأحداث والمواقف الدولية تبدو فيها الشرعية غائبة أو مغيبة عن تلك التفاهمات فما هي أسباب هذه الدعوة؟ ولماذا الآن؟ وهل فعلا هي مبادرة حوثية؟ أم أن هناك اتفاقات سرية بين المملكة وإيران؟ ولماذا هذه الاتفاقات أحدية تقفز على الشرعية؟ نعلن عن وقف استهداف أراضي المملكة العربية السعودية في إعلان مفاجئ قررت ميليشيا الحوثي وقف الهجمات على السعودية باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ وهم أي الحوثيين في انتظار إعلان سعودي مماثل لوقف استهدافهم مع اهتفاضهم بحق الرد في عدم الاستجابة لمبادرتهم الأمم المتحدة لم تنتظر طويلا إذ سارعت إلى إعلان ترحيبها بهذا العرض الذي قدمته الميليشيا وقالت في بيانها إن المقترح ينقل رسالة قوية عن رغبة الحوثيين في إنهاء الحرب دعوة الميليشيا هذه حملت تأويلات كثيرة خصوصا أنها جاءت عقب هجوم استادف منشأة نفطية سعودية وقد أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم لكن الولايات المتحدة والسعودية أشارت بأصابع الاتهام إلى إيران حيث أكدت المملكة عزمها على دعوة خبراء دوليين وأمميين للمشاركة في تحقيقات الهجوم على أرامكو تعيش السعودية وضعا حرجا بعد أن أفخنها استهداف صواريخ ميليشيا الحوثي وطائراتها المسيرة لمواقع حيوية بين الفينة والأخرى ويرى محللون أن هذا الإعلان جاء عقب تفاهمات سرية سعودية إيرانية بوقف التصعيد ودعوات أطلاقها كثيرون بأن حل أزمات الشرق الأوسط لن يكون إلا بحوار سعودي إيراني مباشر خصوصا وأن موقف السعودية تجاه دعوة الحوثيين بدى متجاهلا حيث قصفت السعودية مناطق تابعة للحوثيين في الحديدة بعد يوم واحد من تلك الدعوة على وقف الهجمات وما هو لافت أن الحكومة الشرعية اليمنية غابت تماما عن أي مبادرات أو دعوات لوقف الحرب شيئا فشيئا تخرج الشرعية من دائرة الاهتمام الدولي والإقليمي خصوصا أنها لم تعد تمتلك أرضا تقف عليها لإدارة حربها واستعادة الدولة ولا قرار يلزم التحالف بالامتثال لها كونها صاحبة الشرعية والأرض وطلب التدخل أعلم بكم مشاهدينا وأرحب أيضا بضيفي هنا في الستوديو الكاتب والباحث نبيل البكيري وسينضمعوا أخرون خلال هذه الحلقة عبر الهاتف بداية مساء الخير وسنبيل مساء النور لكي ومشاهدين الأكثر إذن رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي مهدي المشاط يعلم قبل أيام وقف استهداف السعودية برأيك بداية ما هو سر هذا التوقيت؟ لا شك مثل هذا التوقيت أو مثل هذا الإعلان في الأساس هو نتيجة أو الهدف منه بدرجة رئيسية هو حصد ثمار الهجمات المستمرة على أهداف في المملكة العربية السعودية من خلال هذه العمليات يعني أعتقد الحوثيون ومن خلفهم إيران أن السعودية ستخضع في نهاية المطاف لشروطهم وإملاءاتهم وستقف عملية الاستهداف لهم ومقدراتهم العسكرية في القبهات وستقف يعني الهدف المركزي منها هو الضغط من أجل إيقاف الهجمات القوية لطاران التحالف وطاران المملكة العربية السعودية تحديداً فيما يتعلق بالعمليات العسكرية هذا هو الهدف القوهري من الإعلان يأتي في طار الضغط المستمر وخاصة أعقاب أحداث استهداف أرامكو التي ربما كانت أكبر ضربة تلقتها المملكة العربية السعودية يعني حتى الآن فيما يتعلق بضربات الطيران القوي أو حتى الصواريخ الباليسية التي تم استهداف بها المملكة بتقديري أنا أن المملكة العربية السعودية أيضاً هي في حالة ارتباك فيما يتعلق بالردات الفعل وخاصة أن هذا الارتباك من شاءه أساساً هو حالة الحليف الأمريكي الحليف الأمريكي التي سبق وعن أسقطت إيران أحدى طائراته في مضيق هرموز في الشهر الماضية هذا الارتباك انتقل أو سر إلى المملكة كما سر أيضاً أو كان سبباً في أن تدخل الإمارات على خطة الأزمة بالالتقام مع الإيرانيين وتحييد الأقواء الإماراتية من أي استهداف قادم من قبل الإيرانيين أيضاً بالنتيجة أنا باعتقادي مثل هذا الإعلان أيضاً هو نوع من إثبات الحوثيين أنهم أصبحوا في قلب معادلة قديدة في المنطقة ومن خلال هذا الاستهداف أو من خلال هذا الإعلان يعني ربما التبشير بأنهم أصبحوا طرف في هذه المعادلة وأنه يجب على سعودية أن تقف على وقه الوقه معهم في هذه المعركة إذن هناك من يرى أنه قد ربما يكون هناك اتفاق سري بين السعودية والحوثيين ما إمكانية وجود مثل هذا السيناريو؟ باعتقادي ليس مفاجئة أن يكون هناك اتفاق سري بين المملكة والحوثيين خاصة أننا شاهدنا أن إسقاط الجمهورية اليمنية إسقاط صنع كان أيضاً باتفاق سري بين التحالف بين المملكة والإمارات والحوثيين يعني 2014 ليس بعيداً هو قريب جداً وندرك ما الذي دار منذ سقوط دماغ وصولاً إلى عمران وصولاً إلى 310 وصولاً إلى صنعان نحن ندرك أنه كان فيه اشتغال في هذا الاتجاه نعم ربما أيضاً الرئيس هادي يدرك ذلك لأنه كان أحد الأطراف في 2014 وفوق هذا والأخطر أيضاً لأنه شهدنا في 2016 اتفاق ظهران القنوب اتفاق ظهران القنوب والذي بموقبه ذهب الحوثيين لنزع الألغام في الحدود المملكة العربية السعودية وتحولوا إلى كاسحات ألغام وبالتالي مسألة الاتفاق بين المملكة والحوثيين ليس مفاجئاً وليس شيئاً مستحيلاً لأنه في الأخير نحن أمام الطرفين كانوا يتفقان على إيقاف الانتقال السياسي في اليمن وقفوا في وقت ثورة 11 فبراير وتقاطعت مصالحهم فيما يتعلق بالملف الإيراني أو فيما يتعلق بالتدخل الإيراني في المنتصف وإلا فهناك اتفاق كبير بين هذه الأطراف نعم إذن هل يمكن أن يكون أيضاً هذا أنت ذكرت اتفاق ظهران الجنوب أو المحثات التي كانت تدار يعني أن يكون هناك اتفاقات بنيت على ذلك الأساس أو استعيدت مثل تلك الاتفاقات أو المشاورات طبعاً هذه تلك الاتفاقات هي كانت نوع من التمهيد لاتفاقات ربما ستكون مستقبلاً ربما أيضاً حتى مذلاً على زبي المثال يعني حتى نكون دقيقين نذكر أنه في اتفاقية في مفاوضة ستوك هولم كان الطرف اليمن يرافض التوقيع على الاتفاقية وحينما ضغطت المملكة العربية السعودية على الشرعية ذهبت الشرعية للتوقيع رغم أنه لم يكن هذا الاتفاق في صالح أحد يعني كان في الأساس هو إنقاذ الجماعة الحوثي في معركة الحديدة وبالتالي هو يعني اليوم أي بادرة للتوافق بين الحوثيين والمملكة هو متوقع في إطار الحرب لكن هل سيكون لهذه الاتفاقات أو لهذه المباحثات أو المعاهدات التي قد يذهب إلى ويلقى إليها الطرفان هل ستكون هذه الاتفاقات ملزمة مثلاً للقانب اليمني الشرعي أو للقانب الحكومة الشرعية أو لقانب أيضاً اليمنيين أنفسهم خارق طر مؤسسة شرعية لأنه بالأخير الحرب التي قامت في اليمن هي لم تقم أساساً ابتداء من التحالف العربي وابتداء من الحكومة الشرعية التي انهارت في لحظة ما تشكل هناك مقاومة وطنية مقاومة شعبية هي التي قاتلت في تعز قاتلت في مأرب وانطلقت من نخلة والسحيل في مأرب وفي تعز انطلقت من قلب المدينة من مقاومة شعبية هي التي أيضاً كما انطلقت في عدن وحققت تلك الانتصارات أيضاً يعني اليوم الحديث عن اتفاقيات هل ستطيع هذه الاتفاقيات أن تقف في وقه وإرادة شعب اليمني في حال ذهبوا إلى اتفاقات في غير صالح القضية الوطنية اليمنية بغض النظر عن إضعافها شاشة الحكومة الشرعية الآن بفعل التحالف لكن هل سيضمنون أن تنجح مثل هذه الاتفاقيات؟ هذا السؤال الذي يجب أن يجب عليه وهل سيضمنون أيضاً موافقة إيران على كل ما سينتم الاتفاق عليه؟ دعنا نضع مثل هذه الأسئلة وغيرها على ضيفي عبر الهاتف اللواء مستور الأحمر الخبير العسكري من الرياض مساء الخير سيادة اللواء أمسان نور لك وظيوفك الكرام ومشاهديكم وفرصة طيبة أكون معكم أهلاً بك سيادة اللواء كيف قرأت إعلان رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي للحوثيين بإيقاف استهداف السعودية ومطالبتهم بخدوة مماثلة من قبل السعودية؟ أنا شفت الإعلان ولكن أنا أتوقع أن الموضوع معقد أكثر مما نتوقع ليس بالسهولة أن الحوثيون عدم الاستهداف وتقبل المملكة وهناك لا حلفاء في التحالف العربي والحكومة الشرعية وكثير من أطراف في اليمن وهناك قرار دولي وهناك مخرجات حوار وطني وهناك مبادرة مجلس التعاون المطلوب من الحوثيين هو العودة إلى ما كانوا عليه قبل القيام بانقلابهم على الحكومة الشرعية أما أنهم الآن يطالبون بعملية وقف اطلاق النار أو وقف تبادل القصر ومن ثم تكون مخرجاته كالجنيف أو كالكويت أو كالتوكهون فجميع المفاوضات التي دخلوا فيها الحوثيون مع الحكومة الشرعية في هذه الثلاثة الأماكن لم يفوق ولم يلتزموا بما تعاحدوا به يعني العائق الوحيد هو عدم التزام الحوثيين بأي تفاهمات؟ هل هذا هو عائق عدم قبول مثلا الطرف السعودي؟ لن يلتزموا أنا ربما لي تفسير آخر ناحية هذا الإعلان تفجيرات بقيق وخريص إيران خرجت بمبادرة اللي هو حماية الخليج العربي من الدول الخليج المطلة عليه إيران العراق المقربة السعودية البحرين قطر الإمارات في نفس الوقت خرج إعلان الحوثيون محاولة أنه وقف الاستهداف أنا أتوقع أنه هذه الخطوتين هي متزامنة ومخططة من إيران وعلى أساس امتصاص الغضب الدولي محاولة طرح موضوع السلام حتى تهدى الأمور صرف الأنظار عن هذا المشكلة ولكن أنا في توقعي أو تقديري أنه التحالف لن يقبل إلا بتنفيذ القرار الدولي أصطاد الـ 22-16 غير ذلك أنا لا أتوقع والحكومة الشرعية كذلك أنا لا أتوقع أن تقبل إيقاف الاستهداف لا زلت موجود في صنع لا زلت موجود محتفظة بالسلاحة ولا زلت تسيطر على أجزاء من اليمن ولا زلت تقوم بما تقوم به ضد المواطنين اليمنيين وضد الدول الأخرى ولا زال الخطر الإيراني موجود في شمال اليمن أنا أتوقع أنه لن يقبل التحالف بهذا العرض أبدا نعم يعني ألا تعتقد سيادة اللواء أنهم وضعوا مثل هذا الإعلان من منطلق قوة يجدون في أنفسهم خاصة أن صواريخهم وصلت إلى العمق السعودي وحتى نلاحظ أن تتحدث عن قرارات مجلس الأمن ومبعوث الأمين العام يعني رحب بهذه الخطوة من قبل حوتين ودعا الرياض للجلوس مع الحوتين إلى طاولة الحوار إذا الجلوس معهم سيؤدي إلى تنفيذ القارة الدولي وتنفيذ متطلبات الحكومة الشرعية التي قام من أجل التحالف العربي فأنا أتوقع ربما يكون هناك مباحثات لكن الآن هو الإعلان عن إقاء وقف لإطلاق النار أو وقف الاستهداف عملية الصواريخ نحن لا ننسى أن الحوثين أطلقوا 250 صاروخ يعني جميعها أسقطت لم تصل إلى أهدافها الطائرات المسيرة إذا وصلت مرة ومرتين فهناك أكثر من 180 أو 200 طائرة مسيرة تم سقاطها فالعملية ليست عملية وقف إطلاق النار العملية عملية بالتزام بأهداف التحالف العربي والحكومة الشرعية العملية بأنه يقاف إطلاق النار لأجل ماذا هذه الخطوات هي لامتصاص عملية امتصاص الغضب الدولي وامتصاص الرأي العام يعني ما صدر من الرأي عام دولي ودانوا هذه العمليات فهذه الخطوات طلح من قبلهم يعني مبادرة وطلح من قبل إيران مبادرة مبادرة في اليمن ومبادرة في إيران فهذه الخطوتين هي إنما للحصول على تأييد من الرأي العام الدولي محاولة التغطية على الموضوع اللي حصل وشهر أو شهرين ويتعود الأمور كما كانت نحن لا ننسى مفاوضات التكون متابعناها كيف كانت يعني بالنسبة للحديدة ولم نلتزم الحوذيين بشيء وعيدة مفاوضات ومن ثم نزلت إلى مستويات أخرى المفاوضات اللي سبقتها الحوذيون من تزمين بالسياسة إيران لن يحاولوا أن يحيدوا عنها ويعني المصالح الإيرانية لديهم هي أكثر من المصالح اليمنية وهذا تؤيد جميع الخطوات بيتخذونها وهي خطوات واضحة لا غبار عليها فأنا ربما هذه قراءتي بالنسبة للأحداث وأنا أتوقع أنه التحالف لديه كذلك من الأمور أكثر لديه رؤية أوسع القيادة السياسية لديها رؤية فليس بسهولة أن توقف الأطلاق في النار ومن ثم ماذا يعني التفاهمات على ماذا إلى إين يعني إلى 22-16 ممكن لكن بس مجرد وقف الأطلاق من النار والاستهداف طبعا بالطبع لن يرضى الحوثي بهذه البساطة العودة إلى قرارة 22-16 ولكن اسمح لي بالبقاء معنا سيادة اللواء أشرك في هذا الحوار ضيفي هنا في الشدو نبيل البكيري ما رأيك بحديث سيادة اللواء بأنه عدم وهي قراءته استحالة قبول التحالف والشرعية بمثل هذا القرار إلا تحت أطور المرجعيات الثلاثة أنا أتفق بداية مع ما ذكره الأخ مستور الأحمر فيما يتعلق بالتعقيدات الحاصلة ليس على مستوى مثلا الاتفاق السياسي إنما على مستوى أيضا نتائج تراكمات حرب خمس سنوات يعني الدمار الذي حل في المنطقة التهديد الاستراتيجي والانكشاف الذي حصل للمملكة أنا أعتقد أن المملكة لن يسمح لها كبرياءها ومكانتها في العالم الإسلامي أن تتحول إلى قسر عبور لمليشيات لتحكم اليمن عن طريق قبول المملكة بهذا القبول بالحوثي يعني انتهاء عهد المملكة بأمنها واستقرارها الذي شهده وعاشته المملكة طوال تاريخ التأسيس الثالث لها الذهاب المملكة إلى أي اتفاق مع الحوثي يعني قبول المملكة بهزيمة مدوية لها وقبولها بكل ما سيمل عليها من شروط بابتداء من حكم ذاتي لأقلية الشيعية في الداخل السعودي وانتهاء بانتهاء سطوة ومكانة المملكة المركزية في المنطقة العربية وبالتالي هل تقبل المملكة هل يقبل حكام القدر في المملكة بمثل هذا المسار الذي سيحول المملكة من دولة مركزية إلى دولة هامشية على أطراف الدولة الميليشية الطائفية اليوم الموجودة في صنعاء وبغداد وما قد يخطط له أيضا من الأقلية الطائفية الموجودة في الخليق العربي نحن أمام ارتباك تاريخية هذا الارتباك التاريخية ما لم يتم استعادة زمام الأمور فيها بحنكة واستراتيجية في التعامل والتعاطي مع الملف اليمني ربما ستكون نهاية هذه الدول كلها في حالة القبول بهذا الوضع المختلف في اليمن نعم إذن عود إليك سيادة اللواء ما هو رأيك يعني أن قبول المملكة بأي اتفاق من هذا النوع قد يلغي حجم المملكة وأيضا مكانتها بين المجتمع الإقليمي والإسلامي خاصة وأن الحوثي سيبدأ بإملاء شروطه وربما يتجاوز حكم المملكة في ذلك أنا أطمنك وأطمن ضيفك الكريم أن المملكة العربية السعودية لن تقبل أن تكون إيران في الجنوب السعودي وفي الشمال اليمني لن تقبل أن يكون هناك ميليشيات مشابهة لحزب الله في جنوب المملكة العربية السعودية مهما كلف الأمر وهذا القرار يتخذ على أعلى القيادات السياسية في المملكة العربية السعودية وسبقا صرح كثيرا مسؤولين بهذا القرار بالإضافة إلى أن الحكومة الشرعية موجودة الحكومة الشرعية يجب أن تعود إلى الصنعاء التعقيدات ذكرها ضيفك أنا أتفق مع أن هناك تعقيدات كثيرة ولكن نرى التحالف يعني ينفع الضربات جيدة قبل ثلاث أيام تقريبا تم تدمير أربع مستودعات جميعها لإعداد وتصنيع القوارب المفخخة والألغام المتفجرة بغية استخدامها في مضيق باب المندب تم تدمير كثير من المخازن للصواريخ الباليستية هناك جهود التحالف يتعامل مع الحرب اليمنية بشكل حرب دقيقة جدا يحاول أن يستهدف الأهداف العسكرية وإلا إذا تم استخدام القوة الكاسحة هنا مشكلة سيكون هناك مدنيين كضحايا سيكون هناك تدمير البنية التعدية سيكون هناك تدمير المنازل سيكون هناك تدمير نحن شفنا كيف كان هذا الوضع في سوريا ولكن بالنهاية بالنهاية أنا أتوقع أن التحالف لديه أهدافه المرسومة والمحددة بالاتفاق مع الحكومة الشرعية ويجب أو أرى أنه سيتم العمل على تنفيذ هذا الأهداف الميليشيات الحوثية هي مكون من مكونات الشعب اليمني ولا ضير من وجودها ولا ضير مشاركتها في الحكم ولا ضير من كل هذه الأمور نحن شفناها في مخرجات الحوار الوطني وشفناها في مبادرة المبادرة الخليجية ولكن بدون سلاح مثل جميع مكونات الشعب اليمني لن تستفرد الميليشيات الحوثية بحكم اليمن وهي أقلية وعلى أنها أقلية ولكنها المشكلة الطائفية وتدعمها إيران ونحن نعرف أهداف إيران في المنطقة ليست بالسر فإيران اللي الآن أدرعها امتدت في نحن نشوف كيف لبنان نحن نرى كيف سوريا نحن نشاهد كيف العراق نحن نشاهد الآن ما حصل خلال السنوات الماضية في اليمن لنكون عادلين الميليشيات الحوثية استبلت المناهج التعليمية غيرت كثير من الأفكار يعني ترنا نشوف في العاصمة صنعاء ما لم نكن نشاهده سابقا من الأشياء التي استخدمها حزب الله ندف الصورة مكررة فنا أتوقع أن التحالف العربي له أهدافه ولن يتنازل عنها مهما كان السمن لأنه كما تفضل ضيفك الكريم عملية إعطاء الحوثي مطلبه وذهاب خمس سنوات واربع سنوات ونطف من الحرب لا أعتقد هذه غير منطقية نعم إذن شكرا جزيلا سيادة اللواء مستور الأحمري خبير العسكري كنت معنا عبر الهاتف من الرياض عود إليك أستاذ نبيل أستاذ نبيل ربما اطرح في بداية حديثة اللواء مستور أن هذا الإعلان أو المقدرة متزامنة مع إعلان إيران حول أمن الخليج والمنطقة وأنه فقط مجرد صدى لإبعاد النظر حول ما حدث خاصة بتفجير أرامكو هو لا شك أنه في تخادم وفي اشتغال إعلامي بالتوازي بينما من الشيط الحوثي وقمعه وإيران وأنا قرأت أحد التصريحات التي في إحدى الصحف الأمريكية لا أتذكر بضط هل هي الواشنطن بوس أم نيويورك تايمز يتحدث فيها مسؤول الحوثي كبير حول تحذير المملكة العربية السعودية من أن إيران تنويشا هجمات أخرى على أهداف سعودية طبعا هذا التعاطي الإعلامي بهذا التباكي هو نوع من ابتزاز المملكة العربية السعودية والقول أن إيرانيين أو الحوثيين يعلنوا لمملكة العربية السعودية أنهم ليسوا أدى بيد إيران وأنهم ممكن أن يقدموا خدمات للمملكة في حال ما قبلت بالتعاطي مع مبادراتهم أو مع ما يطرحونهم من أفكار فيما يتعلق بعملية سدمية أو محادثات سياسية قادمة بين الطرفين لكن أيضا والإشكالية الخطيرة والكبيرة اليوم أنه حتى جماعة الحوثي في أحسن الأحوال هي لم تعد تمتلك القرار مثلما هي الحكومة الشرعية مأسورة للتحالف العربي والمملكة تحديدا أيضا جماعة الحوثي مأسورة لإيران لا تمتلك قرارا وبالتالي هذه الإشكالية الكاملة يمنيا هي إشكالية زادت من تعقيدات الحرب وزادت من تعقيدات وحسابات أو كبر حسابة هذه المعركة وخسائر هذه المعركة بالنسبة لليمنيين لا الحوثي يمتلك قراره قيدا وفضلا عن ذلك أنه حتى المملكة أو حتى المجتمع الدولي وخاصة المجتمع الذي يصدر استلاح لهذه المعارك لن يقبل بوقف الحرب في القريب العاقل بالنظر إلى أنه لا زال هناك بحاجة إلى بيع مزيد من صفقات التسليح وخاصة أنه الجانب الروسي بدأ الدخول في مفاوضات أو في ترويق لسلحته الدفاعية وبالتالي نحن أمام شكالية عميقة فيما يتعلق بمسار الأزمة والحرب في اليمن لن تنتهي في الأمد المنظور بمثل هذه الاتفاقات أو بمثل هذه الأحادث التي يتم الترويق لها في هذه المعاركة نعم ما هي قراءتك لسرعة الرد من الأمم المتحدة ومارتين غريفث بارك هذا الإعلان الأحادي واحتفى به ودع السعودية أيضا للقبول بهذه المباحثات برأيك هل تسعى الأمم المتحدة فعليا لإيقاف الحرب حسب الوضع الذي هو عليه؟ الأمم المتحدة في الملف اليمني باعتقادي بات واضحا للجميع أنه ليست في وارد إيقاف الحرب وليس إيقاف الحرب في اليمن هدف بالنسبة للمبعوث الدولي أو حتى الذين سبقوا المبعوث الدولي يعني أنت تلاحظين أنه من خلال هذه الحرب تطوراتها وتشعباتها وما حصل في الساحة اليمنية على انكداد الثلاثة الأربعة الأشهر الماضية كله هذا لم يلفت انتباه المجتمع الدولي ما لفت انتباه المجتمع الدولي هي اتفاقية ستوكولم والوضع المؤقت للحديدة يعني غريفث الآن كل هدفه وكل استراتيجيته التي قام نقلها هو الحديث عن ما حصل في الحديدة وأن هذا يعتبر إنقاذ كبير ما يتعلق بمجمل الأزمة كلها في الحالة اليمنية بعد كل هذه التعقيدات التي دخلت بالخط الضربات الاستراتيجية لتوقعات المملكة الانقلاب الذي حصل في عدن حالة التشضي الموجودة في المشهد السياسي بما يتعلق بالصف الواحد في الشرعية والتحالف كل هذه الانقسامات وكل هذه التباينات أيضا زادت من تعقيد المشهد لكن هل رأينا تعليقا للممتحدة حول ما ينجري وإلا كيف سيكون الأفق مثل هذا أنا بأعتقاد أن تعويض على الممتحدة في الوضع في اليمن لن يجد ولم يكون هناك أي نتيجة مرقوة أو نتيجة حتى طيبة بالنسبة لأخبار السلام والحرب في اليمن نعم إذن يعني قبل أيام أمريكا أيضا دعت السعودية لحوار مع الحوثي يعني وكأنها لا تعيي ما مقدار عدم التزام الحوثي بأي اتفاق وربما كان آخرها اتفاق الحديدة يعني هل برأيك أنها تود إبقاء حركة الحوثي في المشهد اليمني والإقليمي لأهداف وظيفية مثلا لا شك أنه هذه استراتيجية أمريكية واضحة استراتيجية التعاطي مع الأوراق الطعفية في المنطقة هي استراتيجية موجودة في قاموسهم السياسي وبالتالي هم أيضا يتعاطون مع هذا المشهد نحن نرى حالة التصعيد التي تبلغ إلى ذروتها بين المملكة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إعلاميا لكن على ظهر الواقع مثلا هناك معسكرات وهناك سفارات متقابلة ومموجودة في بغداد سفارة مقابل سفارة ومعسكر مقابل معسكر يعني هناك نوع من الزواج الكاثلوكي أيضا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وفيه هناك تخادم هذا التخادم أساسه وأدواته التي يشتغل عليها هي القماعات الطائفية والأقلية الطائفية في لبنان في سوريا في اليمن في العراق وبالتالي الحديث عن من قبل الأمريكان بالذهاب للحوار مع الحوتي هو حديث انطلق من استراتيجية أمريكية واضحة فيما يتعلق بهذه الأقليات التي توظفها لابتزاز ما يفترض أنهم حلفاء لها وهو من الخلي وإدامة الأزمة وإدامة سوق السلاح مفتوحا لمزيد من صفقات هل شعر الحوتي نفسه قويا بعد الاستعذاف الأخير وبدأ بطرح هذه المبادرات وكأنه يقوم بلي ذراع السعودية إن لم تقبلي خاصة وهو في الإعلان تم ذكر فتح مطار صنعاء وإيقاف الضربات ودعا لحوار في أجل إنهاء هذه الحرب وبداية عصر سلام لا شك الحوثي هو يتوهم أنه وصل إلى هذه المرحلة ويغفل أن الحوثي نفسه هو عبارة عن أداة من أدوات الإيران وأنه لا يمكن أن يتخذ قرارا بمعزل عن المرجعية الإيرانية وبالتالي حالة الوهم التي أتت من خلال الضربات التي لحد الآن المملكة العربية السعودية تقول أنها لم تأتي من قبل يمن أنها ما أتت من العراق أو من إيران وبالتالي حتى هذه الفرضية يعني ورغم إعلان الكثير من الأطراف التي من ضمنها اليوم بريطانيا تصريح للسفة الخارجية البريطانية أنه هذه الضربات أتت من قبل إيرانيين من مكان غير ليمن كل هذه الانكشافات التي حصلت للمسرحية الادعاء الحوثي أنه هو الذي قام بهذه العمليات تثبت بما لدى المجال الشك الحوثي لا يمكن أو لا يملك هذه القدرة على لا علم السوء السياسي العسكري ولا علم السوء السياسي هو أداة تحرك إيران وأي اتفاق بين الكبار مع الإيران والولايات المتحدة الأمريكية ستقرر مصر الحوثي سلبا أو جاملا إذن نسمح لنا أن نضم معنا لأستاذ عصام شوريم رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام في الحديدة عبر الهاتف مساء الخير أستاذ عصام مصر النور عليك وعلى بلدك الكريم أهلا بك أستاذ عصام كيف تفسر إعلان الحوثي من طرف واحد إيقاف استهداث السعودية قبل أي أيام والله يشوفي أنا أولاً دعيني أختلف مع بلدك الكريم حول قدرة الحوثي على المناورة وعلى اللعبة السياسية الحوثي أصبح لديهم من خلال الممارسة يعني وطول فترة الحرب أصبح لديهم قدرة كبيرة على المناورة واللعب بالأوراق معظم هذه الأوراق التي باكت بأيدي الحوثي اليوم للأسف الشديد كانت تلكت وراءها أو تسببت فيها المملكة العربية السعودية ذاتها والتحارف الشعودي الإماراتي الذي أعلن منذ انطلاقته أنه جاء من أجل استعادة الدولة والشرعية في اليمن وفشل فشلاً دريعاً في أهدافه المعلنة مما جعل الحوثي اليوم يصل إلى هذه المرتبة ويرفع هذا الشك في خطاباته في الوقت الذي كنا ننتظر في الأشهر الأولى أن يتم دخول قوات الشرعية إلى صنعاء وبتأميد دولي وبمباركة عربية وبدعم من التحارف الذي جاء لنصرة هذه الشرعية نحن اليوم بعد خمسة أشهر من هذه الحرب نسمع بالأكس تماماً أن الطرف الذي يفترض أنه الضعيف والذي كنا نعتقد أنه سيتم الخلاص منه والقضاء عليه خلال أشهر كليلة منذ ثلاثة من ثلاثة الحرب نسمعه اليوم نتحدث بخطاب واثق وأنه هو من تقدم المبادرات بأنه سيوقف ضرباته للسعودية في الوقت الذي كانت المملكة أعلمت منذ اللحظات الأولى من ثلاث حاصفة الحرب أنه تم السيطرة عن الأجواء اليمنية وعلى تدمير ما نسبته 90% من القدرة الصاروخية وقدرة دفاع الجوي اليمنية نحن اليوم بعد خمس سنوات من هذه الحرب ومن امتلاقتها نسمع وزير الخارجية السعودي يتحدث عن انتظار مدى جدية الحوثي في هذه المبادرة وكأن هذه المبادرة التي أطلقها الحوثي والتي كانت مثار شخرية لدى البعض أنها كانت تلاحي لدى السعوديين حالة من الثمني أن تنفذ إذن ما هي الأسباب التي أوصلتنا إلى هذه الحالة أو أوصلت الحوثي إلى هذا المستوى من القوة والقدرة المناورة واللعب بالأوراق والتحدث بهذه القدرة الأسكرية والمثل أن خلفه إيران أو خلفه من خلفه أيضا السعودية ليست قوة يستهام بها في المنطقة وحلاقات الدولية هل مجرد الإعلان بحجم القوة أستاذ عسام خاصة إذا ما رأينا تزامن بينه وبين إعلان إيران بحفظ أمن الخليج وكأنه فقط لفت النظر وإلهاء العالم عما حدث في أرامكو إيران محسن كريمة إيران تقدم مبادرة اليوم أمام الأمم المستهدى الكيفية حماية الخليج هذه المبادرة في اعتقاد أن تتطاول إيران وتقدم في هذه الحق هذا في انتفاءة كبيرة لأشتاءنا في الخليج ويتحدث ضريح بكل وضوح أن الدول التي تشتري أمنها من الغرب لا يمكن لها أن تحسن حربا حسكرية يعني هذا الكلام للأثر الشديد لم نكن نتمناه ولم نكن نرضاه لأشتاءنا وجيراننا وإخوتنا الذين كنا نعتقد أنهم انطلطوا فعلا لسيانة مشروع اليمن الواحد والدولة اليمنية حماية لمصالحهم على الأكل ولعمقهم الاستراتيجي والأمني لكن ما اكتشفنا من خلال طول فترة عاصفة الحزم وكثير من المسوئات التي مرت بها والخطوط الحمراء التي كانت تقف ضد تحليل كثير من المناطق وما حدث مؤخرا في حدن وفي الجنوب ومحاولة وعد الوحدة اليمنية وتكسيم اليمن وسيطرة الإمارات على جزء كبير من الجمن والإشعارات على الموارد وعدم إعطاء مجال في الحكومة للحودة لممارسة صلاحياتها واحتجاز رئيس الجمهورية إلى هذه الممارسات هي من أدت بالمملكة العربية السعودية إلى هذا منحدر الخطير منحدر الخطير الذي جعل من الإيرانيين يتحدثون بهذه اللغة الحنجهية المرتضحة السكت ومن خلالين استطاع الحوذي وغيره أن يتحدثوا بهذه اللغة القوية بل أنهم حشدوا أن السعوديين والإماراتيين كذلك حشدوا حول الحوذيين كثير من الجماهير التي كانت تقف ضد الحوذي وضد مشروعه في اليمن وكلما صالت أمد الحرب دون حتم وكلما عبتوا في الملف اليمني بهذه الصورة كلما حشدوا اليمنيين رفض التحالف وبدأ اليمنيين تشكفون أن هناك أهداف غير معلنة لهذا التحالف تستحق على الأكل إن لم يقاوم الناس التحالف أن لا يقفوا خلفه ولا يصفوا خلفه كما كان في البداية نعم إذن يعني برأيك أستاذ عصام الولايات المتحدة كانت قد دعت الرياض إلى الحوار مع الحوذي هل يمكن أن يحدث هناك اتفاق بين الحوذي والسعودية وعزل الشرعية كما يبدو أنها ليست معنية بهذا الاتفاق وليست مذكورة نهائيا من أي طرف الحوذي كتب سبق وستحاور مع السعودية ولديه كان واسم مفتوحة مع السعودين والفطوب في ظهران الجنوب وكما نحلم باستفاقية ظهران الجنوب بأيام ما كان علي عبدالصالح لازال على كيف الحياة وكان يعني عشطاط غضبا وحنطا عندما تجاوزوه ويذهبوا الاتفاق مع السعودين بعيدا عن بعيدا عن أن أتحليفهم صالح في حيث لا يعني هذا ليس شيء غريب على السعودين من السعودين من حقهم بل أنا أنصح الإخوة في السعودية أن يلتقفوا هذه المبادرة وأن يذهبوا لحواء مع السعودين لأنهم في اعتقاد أن أن السياسة ومستمرار يجبتهم في إدارة الصراع والملك اليمني بهذه الطريقة والطريقة الذي تجرهم إليه الإمارات للأسس السديد هي طريقة خاطئة ولن تؤدي إلى متائج خاطئة لن تجني ثمارها ولن تخطر الخطار الكبرى إلا المملكة السعودية ذاتها الحوطيون ليس لديهم الكثير يختاروه لأنهم يقاتلون كمجموعات مسلحة أصبح بحرب الحصابات ليس لدي الحوطيون هذا الهم الكبير بما يتعلق بإدارة الدولة والشعب والسوارد وكيفة وكيفية إدارة موازنة عاما للدولة ليس لديهم هذا الهم الكبير لذلك هم يوظفون كافة الموارد الاقتصادية المتاحة لديهم من خلال المواني والتجارة في النفط وغيرها إضافة إلى الدعم الذي يتلقونه من الخارج في عربهم مع المملكة بينما المملكة العربية السعودية عليها الكثير من الإجزامات ولو كانت المملكة العربية السعودية أدارة الملك بنوع من الحينفة وكانت جادة في أهداف المعدنة بعيداً عن الأهداف الطرقية لحليفتها الصغرى الإمارات والتي ذهبت لطفرة خارج السرب ولتبني مشاريع صغيرة على حساب أمن المملكة لكانت تجاوزنا هذا الملك منذ زمن بعيد ولكن منذ العام الأول قد عدنا إلى صنع وكنا جميعاً سنقعد إلى طاولة أور واحدة وسيتم الشعاب الجميع بما فيهم الحظين أنفسهم بعد تخليهم عن بعض المزرقات التي لا زالت في رؤوسهم لكن الإنحراف الكبير الذي ذهب إليه التحالف العربي عن أهدافه المعلنة وإضراره بالشرعية كحليف استراتيجي سهلت له وعطته القوى القانونية والمشروعية للتواجد في اليمن وتجاوز الشرعية إلى كيانات صغيرة وميليشيات مثل المجلس الانتتالي في الجنوب وميليشيات في الساحل الغربي وغيرها هذه الاستصرفات تجعل من الموقف السعودي أكثر ضعفاً وتجعل الإرزيم بموقف قوي يستطيعهم من خلال تقديم هذه المبادرات وغيرها نعم إذن شكراً جزيلاً لك أستاذ عصام شريم رئيس حزب المؤتمر بمحافظة الحديدة كنت معنا عبر الهاتف عود إليك أستاذ نبيل أستاذ نبيل لو تحدثنا عن موقع الشرعية من كل هذا الحديث يعني لم تعد تذكر في كثير من الاتفاقات أو يعني المبادرات برأيك ما الذي يمكن أن تقوم به إذا ما حصل اتفاق إيقاف إطلاق نار أو أي اتفاق قد يحدث بين الحوتي والسعودية دعني أولاً أتفق كثيراً مع ما طرح الأخي عصام شرين فيما يتعلق بالأهداف الخفية التي أدت إلى إطالة مر الحرب في اليمن والتي أدت بالتالي إلى إضعاف الشرعية وقع لها خارج طار التأثير أو خارج طار الرقمية الأولى في الأزمة اليمنية يفترض أن الشرعية هي رقم واحد في معادلة الموجودة في اليوم لكن بفعل سياسة تحاله بفعل أقنادة الخفية القدرة التي ظهرت بانقلاب أوسطس الماضي في عدن الاقتتال اليوم الحاصل تدخل الإمارات ضد الجيش الوطني وكل هذه أنا باعتقادي أدت إلى زعزعة حتى رؤية المجتمع الدولي لليمن وللحكومة الشرعية تحديداً فيما يتعلق بمسار الأزمة اليوم الحكومة الشرعية تدفع ثمن صمتها الحكومة صمتت طويلاً وقايضت وجودها ربما في الخارج مقابل هذا الصمت ومقابل استمرارها في مواقعها وبالتالي هي اليوم تخسر كل مكان أو كل ما منحها هذه الشرعية ووجودها تمثيل الناس تمثيل يمنين في هذه المرحلة وبالتالي اليوم هي ربما كسبت يعني على المستوى الشخصي كسبوا بعض الامتيازات لكنه خسروا شعبياً وخسر الوطن قراء هذا الصمت الذي أدى إلى هذه الحالة من التضعضع والضعف أنا باعتقادي أيضاً أنه يعني لا زال هناك مساحات كبيرة للعمل والتعاطي مع كل هذه التطورات التي تحدث لا زال بيد الشرعية أن تقف أي مهزلة موجودة أو ممكن أو يفترض أن يذهب أو متوقع أن يذهب لهي هذه الأطراف سواء المملكة أو الحوثين أو غيرهم لا زالت الحكومة الشرعية التي تمثل يمنيين وهي التي يفترض أن تكون أكثر حرص على المصالح الوطنية والاستراتيجية فيما يتعلق بالثوابط اليمنية من الجمهورية إلى الوحدة إلى حق السيادة المنطقة على أراضي وتراب الجمهورية اليمنية وأقوائها وبالتالي اليوم أنا باعتقادي أنه حالة الممانعة التي لا تظهر في السطح لأنه هناك كثير من الضغوطات تخضع لهذه السلطة الشرعية نتيجة لوجودها في الرياض ونتيجة لعدم وجودها في الداخل وبالتالي هي تدفع ثمن هذه الأقطال التي ترتكب ولمقاومة هذه الضغوط أنا باعتقادي لا يمكن إلا أن يتم مغادرة المملكة والعودة إلى الداخل والاستفاف مع خيارات الناس بإمكانية المتاحة الموجودة أنا باعتقادي أن المسألة ليست مسألة إمكانيات بقدر ما هي مسألة إرادات الحكومة الشرعية لكن حتى الآن لا يتضح أن الحكومة قد أرادت بالمغادرة يعني يبدو أن المشهد بهذا الشكل هو مريح أنا باعتقادي ما يحصل هو يعني أصبح من الصعب أن نجد توصيف مناسب لحالة الفراغ والفوضى والعبث الموجود في المشهد الوطني البدائل تكاد تكون ضيقة لكن يبقى خيار الوحيد وخيار العودة إلى الشعب العودة إلى الداخل العودة إلى خيارات الناس وإرادتهم هي الطريق الأقرب والأسلم والأنجة والأطهر لتطهير الأخطاص للسياسي الثابعة نعم ربما مرت الحكومة بظروف أو بفرص كانت مناسبة لها لأخذ يعني صحيح زمام العودة ونحن أتفق معك وكلما طال أمد الحرب في كل مرة يعني تهدر مثل هذه وفي كل مرة طول أمد الحرب بدون استعادة زمام المبادرة مقبل الحكومة الشرعية فيما يتعلق بقرارها السياسي هناك قرار سياسي مرتهن هناك قرار سياسي مختطف لا تستطيع الحكومة الشرعية الشرعية اليوم أن تقرر شيء وهذه الكارثة كنا ولازلنا نحذر أنه لا يجب أن يصل خيارات الناس إلى هذه العدمية خيارات الشرعية إلى اللا فعل اليوم من الحكومة الشرعية وصلت له هذه النتيجة لكن ومع ذلك نكرر ونقول أنه لا زال هناك يعني مزيد من الوقت لا زال هناك متاح من الفرص للعودة إلى الداخل أنا بأعتقاد تقربة شوى كانت تقربة يعني ملهمة وتقربة يعني يجب أن يبنى عليها ويجب أن يمضى باستعادة هذا القرار الوطني لأن القرار الوطني مختطف ويجب تحريره تحرير هذا القرار الوطني لا يكون بالاستمرار في القلوس في المملكة ووضع كل الأوراق في المملكة اليوم أنا بأعتقادي أنه حتى مسألة ما ذكره الأخ مستور الأحمدي في خلال مداخلة أنه يتحدث عن التحالف العربي التحالف العربي لم يعد هناك تحالف عربي اليوم لم يعد هناك سوى المملكة العربية السعودية هي التي تقاتل في اليمن تحت مضلة الشرعية إن أرادت المملكة وإن لا زال عقلاء فيها ينظرون إلى أنه مهم الحفاظ على كيانهم الوطني مثلاً من المملكة العربية السعودية أنا باعتقادي عليهم أنا اليوم أن يعيدوا تصحيح سياساتهم الكارثية فيما يتعلق بالحكومة الشرعية وأن يتم رسم علاقة واضحة بين الحكومة الشرعية والمملكة العربية السعودية كحلفاء في مواقهة هذه الغائلة مواقهة الحوثي وإيران ومواقهة الإمارات أيضاً ما عملته الإمارات يعني يعتبر خدمة قليلة وكبيرة جداً جداً كانت لم يستغل إذن شكراً جزيلاً لك أستاذ نبيل البوكيري الكاتب والباحث كنت معنا هذه الحلقة من المساء اليمني أشكر لكم أيضاً مشاهدنا الكرام لحسن متابعتكم لن ألتقيكم في مساء يمني الجديد كنوا برعاية الله وأمنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة